حضرة المشاهدين ومستمعين الكرام أحييكم في هذه الحلقة الثامنة عشرة لقراءة القرآن العربية والآرامية السوريانية وفقا لنتائج بحثنا اللغوي أو الفيلولوجي عن لسان القرآن العربي المبين ونأتي اليوم إلى تحليل بداية سورة الواقعة مقارنة بتفسير أهل التأويل ومترجمي القرآن الغربيين اعتبر أهل التأويل أن الواقعة من أسماء يوم القيامة إنما الواقعة ليست اسم آخر ليوم القيامة بل صيغة فعلية وهي اسم فاعل مؤنث يشير إلى وقوع آخر ساعة والمعروف أن اسم الفاعل يأتي ليس فقط للتعبير عن الحاضر بل أيضا للدلالة على المستقبل كقولك مثلا أنا ذاهب اليوم أو ذاهب غدا أو الأسبوع أو الشهر المقبل فإذا وقعت الواقعة تعني إذا وقعت والمضمر الساعة نسبة إلى آخر الساعة أما الواقعة فأل في الواقعة ليست أل التعريف الدالة على اسم بل اسم موصول بمعنى الذي أو التي والأصاح اللي كما هو دارج في الكلام قبل اسم الفاعل أو اسم المفعول كقولك الآتي والذاهب أي الذي هو آتي والذي هو الذاهب والمعروف أنه أي الذي هو معروف أنه وعليه إذا وقعت الواقعة تعني إذا وقعت بين قوسين الساعة التي سوف تقع وقد وردت أل بمعنى اسم موصول قبل الفعل الماضي في ثلاث حالات في القرآن أولا سورة إبراهيم الآية 21 فقال الضعف وليس الدعفاء بتشكيل طبعة القاهرة أي الذين ضعفوا للذين استكبروا وكذلك سورة غافر الآية 47 فيقول الضعف أي الذين ضعفوا وليس الدعفاء للذين استكبروا وفي الحالتين قراءة الذين استكبروا دليل على ما سبقها بقراءة الدعف بمعنى الذين ضعفوا وليس الدعفاء بإضافة همزة على الواو في ضبعة القاهرة لجعلها اسم بصيغة الجمع للمفرد ضعيف بينما يشير الرسم بكتابة ضعفوا بالواو والألف إلى الفعل الماضي ومرة ثالثة في سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق فالفلق هنا ليس اسم بسبب أل المعتبر أل التعريف بل اسم موصول بمعنى الذي فلق ويشير الطبري إلى اختلاف أهل التأويل في معنى الفلق فقال بعضهم عن ابن عباس أولاً هو سجن في جهنم ثانياً وقال آخرون هو اسم من أسماء جهنم ثالثاً وقال آخرون الفلق الصبح رابعاً وقال آخرون عن ابن عباس في قوله الفلق يعني الخلق ويرى الطبري صواب من القول في ذلك أنه قال الفلق في كلام العرب فلق الصبح تقول العرب هو أبياً من فلق الصبح ومن فرق الصبح وجائز أن يكون في جهنم سجن اسمه فلق وإذا كان ذلك كذلك ولم يكن جل ثناؤه وضع دلالة على أنه عني بقوله برب الفلق بعض ما يدعى الفلق دون بعض وكان الله تعالى ذكره رب كل ما خلق من شيء وجب أن يكون معنياً به كل ما اسمه الفلق إذا كان رب جميع ذلك إلا أن الطبري ومن ذكرهم من أهل التأويل لم يروا أن الفلق ليس اسماً بمعنى الفجر بسبب ما اعتبروه للتعريف الدال على اسم والواقع أن الفجر لا يعني الفلق ولا الفلق الفجر والحقيقة هي أن فعل فلق ما زال له معنى فصل وهو هنا مرادف لفعل خلق الذي له أصلاً نفس معنى فصل كما جاء في سفر التكوين حيث فصل الله السماوات والأرض وتعبير القرآن والسماوات والأرض كانتا دابقين وليس رتقاً ففتقناهما سورة الأنبياء الآية 30 فاتخذ فعل خلق الذي يعني أصلاً فصل معنى الابتداع والتكوين في الكلام والخاء في خلق لغض ثانوي من أصل حلقة المفهوم منه فصل الشعر عن الجلد في العربية المعاصرة ومنه مهنة الحلاق ومرادف آخر هو فعل فطرة الذي يعني كذلك فصل ومنه قول القرآن فاطر السماوات والأرض ست مرات في القرآن أي فالقها وخالقها بمعنى فاصلها فاتخذ فعل فطرة معنى كوّن وخلق بقوله مثلاً فطرة الله التي والأصح والأصح من أصل السرياني أي لين وبحثف النون أصبحت في الدارجة إلي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله الروم الآية ثلاثين وإلا الذي فطرني إلا تعني هنا سريانياً أما الذي فطرني وليس باستثناء الذي فطرني فإنه سيهديني الزخرف الآية سبعة وعشرين ومن فطرة بمعنى فصلة تعبير الفطور والإفطار بمعنى فصل السيام إن كان صباحاً بعد صيام الليل أي الفطور ومنه بالإنجليزية breakfast أي قطع الصوم أو مساء بعد السيام النهار وهو الإفطار وبالرجوع إلى قراءة أعوذ برب الفلق كمضافة مضاف إليه فالمقصود برب الفلق الرب الذي فلق أي الذي فصل بمعنى خلق من شر ما خلق وهكذا يتضح المعنى بالنسبة وبالنسبة إلى الرب إلى الرب الذي فلق بدون أل التعريف للرب كما هو المنتظر وفقاً لقواعد العربية الفصحى فيجدر الإشارة إلى أن القرآن لا يستغني فقط أحياناً عن أل التعريف كما ورد في تعبير أسفل سافلين بدلاً من السافلين وبغير الحق إلى جانب بغير حق العمران الآية 181 ولا تحين مناص والقراءة صحيحة ولا آتم حين المناصي أي وقت مخاصم بل يطابق هنا المألوف في الدارجة وهي اللغة الحية حيث يستغنى عن أل التعريف للإسم قبل الصفة المعرفة كقولك أسبوع القادم بدلاً من الأسبوع القادم حسب الفصحى وبيت القديم أو بيت الجديد بدلاً من البيت القديم أو البيت الجديد وعليه يتم التصحيح النحوي لقراءة أعوذ برب الفلق التقليدية كإسم وكمضاف إليه بالجر بفتح الفلق كفعل ماضي بمعنى الذي فلق من شر ما خلق أو بقراءاتها بالوقف أعوذ برب الفلق أي الذي فلق من شر ما خلق أي من شر ما خلق وتكملة لما ذكرناه عن الواقع علينا أن نرى التركيب النحوي المسمى بفرنسية لسانتاكس وبالإنجليزية سينتاكس للجملة التابعة والتي جعل منها القراء ثلاثة أجزاء كالتالي أولاً إذا وقعت الواقع كمبتدأ ثانياً ليس لوقعتها كاذبة خبر ثالثاً خافضة رافعة اعتبر أهل التأويل وأهل اللغة الآية الثالثة جملة مستقلة مفترضين الواقع فاعلها ففسروها بمعنى أن الواقع سوف تخفض أهل النار وترفع أهل الجنة وهذا التفسير بعيد عما يعنيه القرآن التحليل النحوي واللغوي أولاً إذا أدت شرط عربية دون شك إلا أنها آرامية الأصل ومركبة من أدات الشرط إن سوريانياً وإن عربية يليها حرف الإشارة دا أو ذا وبإضغام إن دا الآرامية والسوريانية أصبحت بحثف النون من إن أو إن وإذا أصبحت عربياً إن دا إذا والجملة التالية إذا وقعت الواقعة مبتدى جملة شرطية زمنية بمعنى بمعنى إذا وقعت والمضمر الساعة الواقعة أي التي والأصاح اللي سوف تقع ثانياً ليس لوقعتها كاذبة خبر الجملة الشرطية إنما اللام البدائية في لوقعتها ليست حرف جر عربي بل اللام السوريانية الدالة على نفعول به كقولك في الدارجة شفت لا يوسف بفتح اللام وليس ليوسف بكسرها ويمكن تسميتها لام التعدي حسب النحو العربي إنما ليس كحرف جر بل كحلف بل كحرف نصب وقد وردت هذه اللام مرات عديدة في القرآن وفهمها القراء بمعنى لأجل مثل يسبح يسبح له بمعنى يسبحه ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سورة الحشر الآية 24 أو يسبح لله بمعنى يسبح الله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس ويصعب تغيير لغض يسبح لله بعد أن درج هذا اللغض إنما الصحيح قراءة يسبح لله وليس لله أي يسبح الله كمفعول به كقولك يسبح له بفتح اللام وليس بكسرها بلغض يسبح له وأمثال ذلك عديد في القرآن ولذا علينا قراءة لوقعتها بفتح اللام وبالنصب وليس لوقعتها بكسر اللام وبالجر ثانيا أصل ليس يعتبر لسان العرب ليس من حروف الاستثناء كإلا ويقول والعرب تستثني بإلا فتقول قام القوم ليس أخاك وليس أخويك وقام النسوة ليس هندا وليس هندا وقام القوم ليس وليس ني وليس إياي وأنشد قد ذهب القوم الكرام ليس وإن صح بيت الشعر الذي ينسبه إلى لبيد إنما يزد الفترة ليس الجمل فيبدو أن ليس الذي لا وجود له في اللجات العربية المعاصرة حسب علمنا يبدو أنه كان موجودا في الشعر العربي وهذا ما يمكن أن يشرح لنا استعمال القرآن ليس أربعة وسبعين مرة بمعنى ما هو وخمس عشرة مرة كفعل بصيغة الماضي بمعنى الحاضر ليست ثلاث مرات ليس مرتين لست ولست ست مرات لست ثلاث مرات ولست مرة واحدة وقال الخليل أصل ليس لا أيسة فطرحت الهمزة وألزقت النعم بالياء وقال الفراء أصل ليس لا أيسة ودليل ذلك قول العرب ائتني به من حيث أيس وليس وجئ به من أيس وليس أي من حيث هو وليس هو وينفي سيبوي أصل ليس العربي بقوله عن هذه الكلمة لا مستقبل منها ولا اسم فاعل ولا مصدر ولا اشتقاق وهذا كلام صحيح لأن الأصل ليس ليس عربيا بل آراميا وسريانيا فالأصل السرياني هو إيث وإيث بالثاء المثلثة فعل جامد مشتق من الفعل السرياني هو الذي يعني كان ومنه مشتق اسم المصدر هو والاسم المؤنث هو يوث المشتق منها الهوية العربية التي تعني الكيان أو الكينون للدلالة على الأوصاف الشخصية ومن مفترض صيغة هويث اختصر اللفظ إلى إيث وإيث الذي أصبح في النحو السرياني اسم مصدر بمعنى الكيان أو الوجود ويستعمل بالضماء المتصلة كبديل عن فعل كان فيقال إيث 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 أو كقولك كوني كونك كونه إلى آخره بمعنى الحاضر ويستعمل أيضا للماضي بإضافة فعل هو أي كان فيقال إيث و أو إيث و أي كان وفي النحو السرياني لم يشرح النحويون أصل كلمة إيث واعتبروها فعل جامد لا غير هدف هذا التحليل اللغوي هو الكشف عن أصل ليس الوارد في القرآن والمستعمل فقط للنفي فحرف السين في ليس ليس والأصاح ليس كما سوف نرى لغض ثانوي محول من الثاء المثلثة السريانية ويمكن من الثاءة السريانية بلا أنافية فيقال لا إيث وبإضغام لا بإيث ليت وبتحول الثاءة السريانية إلى السين أو الشفين جاء لفظ ليس ليس في القرآن والأرجح قراءة ليش بإضغام لا إيش كما وردت في الآرامية القديمة ويظهر أن تعبير ييش العبري والأرجح قراءة إيش بمعنى يوجد أو يكون أصله من الآرامية القديمة مع أن لفظ الشين في إيش لفظ ثانوي للثاء المثلثة من إيث كما نجدها في السريانية أي أن السريانية احتفظت باللفظ الأساسي ودليل ذلك تطور الألفاظ التاريخي من الثاء المثلثة إلى شين أو سين وليس العكس ولذا يجوز القول بأن السين في ليس الأرجح أن يكون شين ليش لوجود هذا اللفظ في الآرامية القديمة وفي العبرية ييش أو إيش بمعنى كان وهذا اللفظ من الأصل السرياني بقراءة ليس بالثاء المثلثة وأوضح دليل لقراءة ليش بدلا من ليس هو لفظ اسم مصدر فعل كان الآرامي والعبري ييش أو إيش وقلبه إلى شي في القرآن وفي كل اللهجات العربية حيث اتخذت كلمة شي معنى وجود أي كائن جامد بغير نفس أو حياة أي باستثناء الإنسان أو الحيوان وقد وردت كلمة شي بالهمزة شي 279 مرة بالنفرد وأربع مرات بجمع الشياء في القرآن وفي الدارجة تلفظ الشياء ولا وجود للهمزة في أقدم المخطوطات القرآنية وقد أضيفت الهمزة في المرحلة الخامسة لتدوين القرآن فلفظ شي بكسر الشين في اللهجات العربية الحية أصح من قراءتها شي بفتح الشين وإن ورد هذا اللفظ في بعض اللهجات العربية المعاصرة بتأثير القرآن فيكون لفظ شي القرآني والعربي نتيجة تحول اللفظ التاريخي من الأصل السورياني إيث إلى إيش في بعض اللهجات الآرمية القديمة وفي العبرية إلى ييش أو إيش وقلب إيش إلى شي عربيا وتشير هذه الألفاظ وتطورها التاريخي إلى أن العربية أغلبها من اللهجات الآرمية وهذا ما يوضح لنا معنى ما يصفه القرآن بلسان عربي مبين مع العلم بأن صفة عربي نفسها آرامية وسريانية الأصل كما شرحنا ذلك لغويا وتاريخيا في مقدمة هذه الحلقات وتحول التاء المثلثة إلى شهين أو سين وارد في اللهجات العربية المعاصرة كلفظ ثمرة بالسين ثمرة وثبت بالسين ثبت وغيرها في اللهجات السورية مثلا ولم يلاحظ النحويون وأهل اللغة سابقا تحول لفظ الثاء المثلثة إلى سين عربيا أو سين سوريانيا وقد أعرب تيودور نولدك الخبير باللغات السامية في دراسته عن لسانيات اللغات السامية الصادر في سرازبور سنة 1910 عن صعوبة شرح الجمع العربي نيسا والسورياني نيشي من أصل المفرد أنثى عربيا وأتا سوريانيا وأصل أتا السوريانية من إثتا بمعنى الكائن فأضغمت الثاء بالتاء فأصبحت التاء بتجديد التاء ولتخفيف التجديد أدخلت فيما بعد النون لتصبح عربيا أنثى مع أن لفظها في اللاجات العربية المعاصرة انتاية بالتاء كما أدخلت النون في كلمات أخرى من السوريانية حزيرة مثلا لتصبح عربيا خنزير والمعنى السورياني الأساسي مدور أو سمين وعكبوت وعربي عنكبوت وسورياني عزا أو عربي عنزا وسورياني حروبة وعربي خروب أو خرنوب وغيرها وقد ورد جمع نساء ثمانية ثلاثين مرة وبالضمير المتصل تسعة عشر مرة في القرآن أما جمع نسوة الوارد مرتين في سورة يوسف الآية ثلاثين وخمسين فالضاير أنه مشتق من جمع نسوان الدارش في اللاجات العربية المعاصرة وذلك بحث النون النهائية فأصبحت نسوان نسوة وجاء حث النون النهائية مرات عديدة في القرآن وخاصة في جمع اسم الفاعل مثل الذين تتوفهم الملائكة ظالمي أنفسهم النساء الآية 97 والنحل الآية 28 وقراءة ظالمي أنفسهم كمضاف مضاف إليه حسب النحو العربي من المرحلة الخامسة لتدوين القرآن والصحيح قراءة ظالمي أنفسهم كمقتصر لظالمين أنفسهم ولا يجيز النحو العربي قراءة المضاف المضاف إليه إلا إذا كان جمع اسم الفاعل اسم مثل جمع معلم المدرسة جمعها معلم أو معلمي المدرسة وليس إذا كان الفاعل صيغة فعلية مثل ظالمين أنفسهم ولا خذف الدنون من ظالمين في القرآن ولذا وجب في القرآن قراءة ظالمي أنفسهم بالنصب وليس ظالمي أنفسهم بالجر كمضاف ومضاف إليه وعلاوة على لفظ ليس بالسين احتفظ القرآن بلفظ التاء من ليت السوريانية التي تعني لا وجود بينما لام في تعبير ليت لها معنى التمني ونجد معنى الافتراض والتمني في تعبير لولا المركب من إدغام لا هو للافتراض بمعنى لو كان ولا ثانية للتمني وتأتي لولا أحيانا للنفي مثل لولاك أو أو في سورة هود الآية 116 فلولا كان بمعنى فلو لم يكن من القرون من قبلكم أول بقية أي أول فضيلة ينهون عن الفسال في الأرض ولكن غالبا تأتي لولا بمعنى التمني كقولك لولا جئت أي ليتك الجئت وقد وردت ليت بمعنى التمني 14 مرة في القرآن وهذا ما يميز معنى ليت العربي للتمني من ليت من ليت بمعنى النفي وبمعنى ليس وليس السورياني وإذ أدرج معزم الألفاظ القرآنية فعل يليتكم تحت جذر لا يت نأتي بالمناسبة إلى شرح أصل هذا الفعل الوارد في سورة الحجرات والأصح قراءة ججرات من السوريانية جرغراثا وأصلها جرغراثا أي الحناجر الآية 14 وإن تطيع الله ورسوله لا يليتكم من أعمالكم شيئا فهم الطبر يليتكم بالمعنى المنتظر من سياق الجملة فقال لا يظلمكم من أجور أعمالكم شيئا ولا ينقصكم من ثوابها شيئا المعنى الصحيح إنما القراءة غير صحيحة ويذكر طبري أبي عمر الذي قرأ لا يليتكم بألف اعتبارا بقول القرآن في سورة الطور الآية 21 والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء تفسير الطبري وما ألتناهم أي وما نقصناهم من أجور أعمالهم شيئا والألت في كلام العرب النقص والبخص وفيه بعد المؤاخذ والبخص وفيه لغة أخرى ولم يقرأ بها أحد نعلمه ومن الألت قول الشاعر أبلغ بني ثعل عن مغلغلة جهد الرسالة لا ألت ولا كذب خلاف رأي الطبري بأن الألت من كلام العرب لا أساس لهذا الإدعاء ولا وجود لفعل ألت ولا لية في كلام العرب ولا في أي لهجة من اللهجات العربية وإن صح ورود كلمة ألت في الشعر نذكور علىها فهذا دليل على استعمال هذه الكلمة بعد تنقيطها الخاطئ في المرحلة الرابعة لتدبين القرآن والصحيح أن الصيغتين ألت وليت من أصل سورياني واحد وهو فعل علاء الذي يعني أولا غلب قهر ثانيا غلب بمعنى فاق كان أفضل ثالثا ظلم غشم غدر غبن همس من أولا صفحة 545 العمود الأول وهذا المعنى الأخير أي ظلم هو المقصود هو المعنى المقصود المقصود به بصيغتي فعل ألتناهم ويلتكم إنما بالكتابة المندائية أي بتخفيف العين إلى همزة بصيغة ألبناهم بدلا من ألتناهم أي عربيا غلبناهم وبحثف العين من صيغة يليبكم من أصل يعليبكم أي عربيا يغلبكم وليس يليتكم وغلب بمعنى غدر وغش معروف في اللهجات العربية المعاصرة بقولك مثلا عند شراء غرض ما ما غلبني البايع أي غدرني أو غشني بالسعر وقد سبق وعرضنا تصحيح هذه القراءة في مؤتمر عالمي عن القرآن منذ سنين بلا أنه لم يتم حتى الآن نشر هذه المحاضرة عن أخطاء القراءات القرآنية وتشير لنا هذه القراءة بكتابتها المندئية بأن لسان القرآن العربي المبين أقرب ما يكون من لغات ولهجات بلاد ما بين النهرين فكتابة ألبناهم بدلا من غلبناهم ويليبكم بدلا من يغلبكم دليل واضح على مصدر هذا الفعل من اللهجات السوريانية البابلية كما نعرفها من المندئية بعد هذا التحليل اللغوي نعود إلى متابعة شرحنا لبداية سورة الواقعة وبعد شرح إذا وقعت الواقعة ثالثا كاذبة صيغة سوريانية لإسم الفاعل وتقرأ كدابة والهاء النهائية ليست مربوطة الدالة على مؤنف عربي بل الهاء الآرامية الدالة على تعريف المذكر الذي يكتب بالألف أو بالهاء وقد دخلت هذه الصيغة في بعض الألفاظ العربية للمذكر كقولك علامة وطاغية وداهية وخليفة واعتبرها أهل اللغة هاء المبالغة لإسم الفاعل المذكر وليست مربوطة للمؤنث وفي سورة العلق الآية خمس عشر وست عشر لنسفعن بالناصية سوريانيا لنشفعن بالنصايا ناصية كاذبة خاطئة سوريانيا ناصايا كدابة حطايا أي لنزيدنا العذاب للمخاصم المكذب أو الناكر والخاطئ وتنقيد الهاء النهائية لجعلها تأمر بوطة وتشكيلها بالتنوين وفقا لطبعة القاهرة تعتبر خاطئة لأن الهاء النهائية تلفظ كالألف سوريانيا فيكون وضعها وضع أسماء الجامعة العربية المنتهية بألف مثل صديق أصدقاء عليم علماء خبير خبراء المعتبر ممنوع من الصرف حسب النحو العربي إنما أضافوا إليها الهمزة لصرفها رغم ذلك باستثناء الجر مع أن هذه الهمزة لا وجود لها في اللاجات العربية التي هي اللغة الحية قبل الفصحة التي ابتدع لها النحويون عناصر مصطنعة وغريبة عن اللغة الحية أما المشكلة الرابعة فهي في معنى خافضة رافعة وترتيبها النحوي ومحلها من الإعراب إذ اعتبرها أهل اللغة وأهل التأويل جملة مستقلة مفتردين الواقعة الفاعل بحيث أن الواقعة هي التي تخفض أهل النار وترفع أهل الجنة إنما هذا المفهوم بعيد كل البعد عما يعنيه القرآن وسوف نرى أهمية النحو القرآني في تركيب هذه الجملة التي ليس لها مثيل في النحو العربي وفيما يلي تفصيل الآيات الثلاث المذكورة نحويا ومعانيها العربية استنادا إلى الآرامية السوريانية أولا كما سبق وشرحنا إذا وقعت الواقعة مبتدأ جملة شرطية زمنية تعني إذا وقعت الساعة التي سوف تقع ثانيا يطبعها الخبر في ثلاثة أجزاء أولها ليس لوقعتها كاذبة أي ليس بإمكان مكذب تكذيب وقوعها ويستغني القرآن عن إعادة ليس النافية والمنتسبة إلى الفعلين التابعين بصيغة اسم الفاعل في الآية الثالثة خافضة رافعة وهذان الفاعلان أي بصيغة اسم الفاعل المذكر الغرامي والسوياني يشكلان ثاني وثالث جزء لخبر الجملة الشرطية ولذا علينا قراءة الجملة الشرطية بالمبتدأ والخبر كما يلي أولا المبتدأ إذا وقعت الواقعة ثانيا أول خبر ليس لوقعتها كاذبة ثالثا ثاني خبر بإدمار ليس لوقعتها ليس لوقعتها خافضة رابعا وثالث خبر ليس لوقعتها رافعة فتكون قراءة بالتسلسل إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة هذا بالنسبة إلى تركيب الجملة النحوي المسمى سينتاكس بالفرنسي وسينتاكس بالانجليزية أما المشكلة الثانية فهي معاني الألفاظ أو مدلولها المسمى سيمانتيك أو سيمانتيكس مفهوم ابتدأ جملة الشرطية وأول خبرها كما شرحناها إذا وقعت الساعة الواقعة أي التي سوف تقع أول خبر ليس لوطع كاذبة سوريانيا كذابة أي ليس من يمكنه أن يكذب وقوعها إلى هنا فهمها أهل التأويل ومترجموا القرآن الغابيون على وجه التقريب باستثناء صيغة ومعنى الواقعة أما ما تبع في الخبر الثاني والثالث خافضة رافعة ففهموا منها بأن الواقعة هي التي سوف تقلد أهل النار وترفع أهل الجنة وهذا التأويل غير صحيح وهنا تكمن صعوبة فهم هذين اللفظين مع كونهما عربيي الأصل ولا حاجة لشرح معنى خفض ورفع عربيا إنما في سياق هذا النص ليس لهما هذا المعنى وقد ذكرنا في الخطوة الثامرة لمنهج بحثنا ما يلي إذا كانت الكلمة عربية لا شك فيها إنما لا تعطي المعنى المنطقي المنتظر في سياق النص القرآني فعلينا حينئذ أن نترجم هذه الكلمة إلى السوريانية لنستخلص من معاني مرادفها السورياني المعنى المنطقي المنتظر والمطابق لسياق هذا النص فالتعبيران خافضة ورافعة تتيحان لنا المجال لتطبيق هذا المنهج فبما أن فعل خفضة عربيا لا يعطينا هذا المعنى المناسب لمن يشك بيقوع الساعة فعلينا أن نترجم خفضة إلى السوريانية لنرى ما يمكن أن يعني هذا الفعل ما عدا خفضة ونزل ونجد لفعل خفضة كمرادف سورياني فعل مكيخ بكتابة ميم كاف كاف ولكن بقراءة الكاف الثانية كخاء بقراءة مكيخ ومنها اسم مكة بمعنى منخفضة في وادي ويعطينا قاموس منها السورياني العربي لفعل مكيخ صفحة 397 العمود الثاني المعاني العربية التالية أولا واضع خفضة ثانيا نزل سفل أذل ثالثا أخضع غلب قهر رابعا رد صرف منع فمعنى صرف ومنع هو المعنى المنتظر والمناسب لتعبير خافضة وهو اسم فاعل عربي بصيغة سوريانية أي بكتابة الهاء في آخره فيكون معنى ليس لوقعتها خافضة عربيا معنى خافض ليس من يمكنه أن يخفض أي أن يمنع وقوعها هذا أول حل لمعنى خفض وخافض علينا بعد أن نجد الحل لمعنى رافعة وهنا كذلك يكفي ترلمتها إلى السوريانية ومعنى رفع سوريانيا آريم ويعطينا قاموس من صفحة سبعمائة ثلاثين العمود الأول لهذا الفعل عربيا ما يلي أولا رفع رق والمعنى الخامس محا أزال لاشا وهذا المعنى يأتي أيضا بالمفهوم العربي لفعل رفع بقولك مثلا ارفع هذا الغرض من هنا أي نحه أو أزحه أو أزله وبهذا التحليل النحوي واللغوي يمكننا فهم أول آيات سورة الواقعة كما يلي أولا إذا وقعت الواقعة أي الساعة التي سوف تقع كمبتدأ ثانيا أول خبر ليس لوقعتها وليس لوقعتها كاذب سريانيا كذاب أي ليس من يمكنه أن يكذب أو ينكر وقوعها ثالثا ثاني خبر ليس لوقعتها خافضة أي ليس من يمكنه أن يمنع وقوعها رابعا ثالث خبر ليس لوقعتها رافعة أي ليس من يمكنه ولي متابعين الذين يتمنون ترجماتها الفرنسية إليكم ترجماتها 1. Une fois que la dernière heure aura eu lieu 2. Nul ne pourra nier le fait qu'elle a eu lieu 3. 4. Nul ne pourra empêcher qu'elle ait lieu 4. Nul ne pourra l'éliminer ou l'annuler une fois qu'elle a eu lieu ولي المقارنا لنرى كيفا فهيما المستشيق الفرنسي رجيس بلا شير الوستاد السابق في جامعة السوربون في باريس وقد فهيما الواقع كأسم فترجمها كما يلي 1. همد الله فهيما المستشيق الفرنسي Jusque-là, c'est à peu près correct. Par contre, il prend ce qui suit pour une nouvelle phrase en traduisant 3. Il abaissera les uns, il élèvera les autres, faisant de l'événement, à l'ouakira, le sujet de ces deux verbes. Ces exemples nous montrent la difficulté des commentateurs et traducteurs à distinguer dans cette période la syntaxe coranique composée d'une protase et d'une apothose à trois séquences sans parler de la sémantique du vocabulaire coranique. تشيرنا هذه الأمثلة إلى صعوبة المفسرين ومترجمين القرآن أولاً لتمييز البنية النحوية للآيات المذكورة من سورة الواقعة وهي جملة شرطية مركبة من مبتدى وخبر والخبر بثلاثة أجزاء ثانياً لتمييز الفاعل في الجزء الثاني والثالث من الخبر بتعبيري خافضة ورافعة بغض النظر عن معاني هذه الألفاظ المختلفة عن معناها العربي ويعطينا القرآن ببنية هذه الآيات مثالاً لا وجود له في نحو العربية الفصحى والوصول إلى فك غموض مثل هذه الأبنية النحوية وفك رموز معانيها يقضض من الباحث سنين من الدراسة ومن التعمق في بنية لسان القرآن العربي المبين لاستنباط معانيه وسوف نأتيكم بشواهد أخرى عن نتائج بحثنا عن قريب أو في وقت لاحق إن شاء الله وتلبية لطلب بعض المتابعين سوف نأتي في الحلقة القادمة بأمثلة من القرآن عن أخطاء النساخ من المرحلة الأولى إلى الثانية أي من الخط السورياني المسمى بالكرشوني إلى الخط العربي ثانياً من الخط العربي الحجازي إلى العربي الحجازي والكوفي من المرحلة الثانية إلى الثالثة ثالثاً أخطاء التنقيت في المرحلة الرابعة رابعاً أخطاء التشكيل في المرحلة الخامسة وإذ جاء تفسير أهل التأويل بعد هذه الأخطاء يمكننا تسمية أخطاء التفسير المرحلة الثالثة والأخيرة لتدوين القرآن وتفسير معانيه ولختام هذه الحلقة شكراً لكم ولمتابعتكم والرجاء تفعيل الجرس والاشتراك في القناة لنوافقكم بكل جديد في حينه مع التحية والسلام عليكم